بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ازايكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا وصفتي النهاردة لو انت بقالك سنين مش مهتمية ببشرتك الوصفة دي ليك اول حاجة هتخلصك خلص من الجلد الميت بتنضف البشرة بعنك لو عندك رؤوس صودة او رؤوس بيضة او بصور بيضة كل الحاجات دي هتتشال دي غير ان هي تمان لو عندك شعر وبري بتخلصك منه بتفتح لون البشرة وبتوحد لون البشرة يلا بنا نبدأ ونشوف اول مكون معايا اول مكون يا بنات هتروحي عند العطار وتقولوا له انا عايزة جيلاتين نباتي هيديكي شوية كده حلوين بعشرة جميع تخدي كده معلقة من الجيلاتين هضيف عليهم معلقة للبن البدرة او الحليب المجفى ده ما احنا شايفين كده بعد كده يا بنات هضيف عليهم ايه والمكون بقى المهم جدا في وصفتي النهاردة وهو ده عبارة عن كركديه مغلي بيتجيب شوية من الكركديه او معلقة وتحط عليهم كبات مية وتغليهم ببقوا الشكل ده وانا محتاجها هنا في وصفتي يا بنات يكون سخنة فياخد منه كده معلقة اتنين تلاتة ولو احتاجنا تاني هنضيف اهم حاجة لازم يكون سخنة عشان يدوب لي الجيلاتين الموجود عندي في الوصفة قلنا نقلب كده يا بنات لحد اما يدوب خالص خلاص كده يا بنات الجيلاتين ده عندي وبقى المسك بالشكل ده طبعا هتخسيدي بشرتك كويس جدا وتنضفيها باي غسول وبعد كده هتناشي فيها وهتاخد بقى من الوصفة دي وتفردي على بشرتك وتسيبيها لحد ده ما تنشف خالص طبعا هتشد البشرة ويا ريت ما تعملش اي تعبيرات يعني متتحكيش متكشريش علشان الوصفة متعملكيش تجعيت فتفضلي كده سابتة بتاعك وبعد كده هتاخد بقى الوصفة بقولك تدهنيها وتسيبيها لما تنشف وبعد كده هتشيريها من على بشرتك ويا ريت تكون يعني تقلي المسك علشان تقدر تشيريه بسهولة طيب الوصفة دي بنعملها كم مرة هي مرة واحدة بس بس يا بنات في الاسبوع تجربوها هتلاقوا نتائج رهيبة هتنظف لك بشرتك بس اهم حاجة بعد الوصفة دي تخسليها بمية دافية او بعد كده بمية سقعة وعلى طول ولو عندك مكعبات تلجة تمشيها على البشرة وهم حاجة الترتيب سم الترتيب سم الترتيب الوصفة حلوة بنات جربوها بتمنى تنلقى اعجابكم اكتبوا رأيكم في الكومنتات اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات جديدة بس اهم حاجة ما تنسيش تدعميني باللايك اشوفكم على خير والسلام عليكم